أهلا بكم طلاب طالبات التعليم الفني السنوي الصناعي النهاردة بنرحب بحضراتكم و بنقدم لكم محاضرة في غاية الأهمية محاضرة اليوم عن دراسة جدوى التسويقية لصف الثالث سنوي التجاري اللي بنكلم فيه عن فكر تسويقي إزاي هنقدر نعمل جدوى تسويقية لمنتج أو سلعة طبعا هناك عناصر مختلفة وهناك رؤى فعلية حتى ننفذ ما نريد أن نجعله على أرض الواقع بيحاضر اليوم معنا هذه المحاضرة الأستاذ فهمي عبد السلام أستاذ خبير مدد إدارة المشروعات للصف الثالث السنوي التجاري أهلا وسهلا بحضر أستاذ فهمي عبد السلام يمكن في البداية لما نتكلم عن الجدوى التسويقية بيحتار الأبناء عن الجدوى وأنواحها وأشكالها المختلفة لكن النهاردة درسنا عن الجدوى التسويقية عاوزين نعرف ماذا نعني بالجدوى التسويقية بالنسبة لدراسة الجدوى التسويقية طبعا دي دراسة من ضمن دراسات احنا عندنا دراسة الجدوى عموما لأحنا عاوزين نعرف الطلب يعني كلمة جدوى الأول عشان يبقى فهم إحنا هنتكلم عليه كلمة جدوى يعني فايدة الفايدة اللي هتجيلي لما أعمل حاجة زي كده فاحنا دلوقتي عندنا دراسة الجدوى أساسا نعين دراسة مبدئية ودراسة تفصيلية لما أجي أعمل أي مشروع فأعمله الأول دراسة مبدئية الدراسة المبدئية قالت لي أنه ما فيش مشاكل هنقل على طول على الدراسة التفصيلية الدراسة التفصيلية دي تتكون من عدة الدراسات أولهم الدراسة اللي احنا نتكلم عليه الدراسة التسويقية للمشروع طيب ايه الدراسة التسويقية دي هنتكلم فيها على ايه بالمفهوم كده هنتكلم على التسويق يبقى لازم نعرف الطالب يعني ايه كلمة تسويق أساسا كلمة التسويق معناه ان انا قادر اشبع احتياجات ورغبات المستهلك اشبع له احتياجاته ورغباته برضو للطالب اللي اسمعنا يعني ايه الفرق بالاحتياجات ورغبات انا كمنتج او صاحب مشروع لو قدرت اعمل الحاجتين دول ان انا اشبع لك احتياجاتك ورغباتك احبع لك المنتج الاحتياجات يعني مثلا لو انا جعان فالمفروض ايه ان انا هاكل ده احتياج فيسلام لو الاكل ده مثلا بطعم كذا دي الرغبة لو انا اقدر التلبي للمستهلك اللي اتنين دول يبقى انا كده خلاص هعمل هلبي له مفهوم التسويق هقدر ببيع له المنتج بتاعي ده بالنسبة للتسويق جعان لكن مش عاوز اكل معايا فلابد ان انا اوجد له هذا الاكل تمام هنتكلم بقى الدراسة التسويقية دي هنتكلم فيها على ايه هنتكلم فيها على العوامل المحددة للعرض والطلب يعني ايه سلعتي هل سلعتي السلع دي لما انتجها هل هيبقى عليها طلب ولا مش عليها طلب طب ايه لا يحكم للكلام ده في مجموعة من العوامل سعر السلع بتاعتي اه دخل المستالك اللي انا هبيع له شكل السوق اللي انا هبيع فيه هل سوق مفتوح ولا مش مفتوح اصعار السلع البديلة السلع اللي زي منتج انا فيه في زيها في السوق ولا لا كل ده بتغطي الدراسة ايه التسويقية تمام طيب احنا ما نيجي نعمل دراسة تسويقية لازم نعرف الطالب الاول يعني ايه كلمة السوق تمام اينما وجد يعني المكان اللي فيه مستالك يسمى سوق طب المستالك مشى يبقى في السوق ايه ولو طبقنا الكلام ده على الواقع هنلاقي هو ده طبعا الموضوع ده عالم اسمك واطلا ده اللي عمل علم التسويق الحديث لو طبقناها اللي ايدي فعلا يعني حضرتك تيجي تلاحظ مسلا اه عندنا سوق الجمعة السوق ده بيبقى يوم الجمعة تمام طب يوم السبت مفيش مفيش سوق مع ان المكان موجود ولا مش موجود لكن المستالك مش موجود حقيقة عشان كده السوق اصبح دلوقتي اللي لم يععد كلمة مكان وانما المستالك اينما وجد المكان اللي هيبقى فيه مستالك يبقى ده هو السوق بتاعنا تمام زي على الانترنت مثلا بالضبط لان الوقت يبقى عندنا التسويق نوعين التسويق التقليدي اللي هو اننا سوق في السوق الواقعي والسوق الافتراضي ما والسوق الافتراضي ده مش مكان صح بس طالما مستهلك موجود بقنا نطلق عليه التسويق الالكتروني فبالنسبة للدراسة التسويقية لازم الطالب يبقى ملم بمفهوم السوق يعني لم يعد السوق المكان وانما المستهلك اينما وجد عندنا نقطة مهمة جدا الفرق بين التسويق والبيع وهل التسويق هو البيع ولا البيع هو التسويق طبعا لا لكلمتين مختلفين تماما احنا قلت كلمة التسويق اكبر في المعنى من كلمة البيع لان البيع جزء من التسويق طب ليه لان البيع معناه ان انا هيبيع منتج موجود فعلا اما التسويق ممكن اسوى منتج مش موجود اساسا قبل ما ينتج بالضبط لان كده تلاقي مثلا شركات التسويق العقاري ما بيقولش البيع العقاري التسويق العقاري لأننا ممكن أسوأ قرية سياحية من قبل ما تتبنى لكن لما وهي موجودة هباعها لو هي موجودة على أرض الواقع مش هسوأها هباعها ليه هباعها هباعها لأن المنتج موجود يبقى احنا بنعرف الطالب الفرق ما بين كلمة تسويق وبيع البيع ده معناه أنه هو منتج موجود وموجود في المخازن وهيتم تصريفه وهيتم بيعه على أرض الواقع أما التسويق أنا ممكن أسوأ حاجة زي ما قلت الحدوتك مش موجودة أصلاً في أرض الواقع وممكن التسويق بيسبق البيع لأنه هو ده اللي بيمهد الرغبة والاحتياج مع المنتج يعرفه بالمنتج عشان يذهب يعني ممكن تكون مثلاً القارية موجودة لكن ما تمش لها تسويق دعائي أو إعلامي بالزبط كده فأنا ببدأها وبقول لهم تعالوا اشتروا يعني بمهد الخطوة التانية للبيع تمام عشان كده بنقول إيه البيع جزء من التسويق والتسويق أعم وأشمل من عملية البيع يعني البيع حتى فيه جملة بتتقال في الموضوع ده جملة شهيرة جداً حتى بتيجي للطلبة في الامتحان كواتلر برضو اللي احنا بنتكلم عليه ده قال إيه التسويق مهم لدرجة أنه لا يترق لإقدارة التسويق فقط يعني التسويق ده عملية كبيرة جداً مفتوحة لكل الأطراف بالزبط يعني المنشأة عندنا مثلاً إدارة مخازن إدارة مشتريات إدارة مباعات إدارة كل ده مسؤول عن عملية التسويق ما بنسيبهاش في إيد واحد لأن التسويق أنا هندي مثال واقع لحضرتك لو أنا دلوقتي رايحش في حاجة من محل وفيه أمن أمن على المحل الأمن ده تعمل معي بطريقة وحشة ومتاخد بعض وماشي انطباعة إيه على المحل أنا دخلت جوا يبقى يشوف العامل هنا مسؤول عن عملية التسويق اللي جوا اللي ما حصلتش أنا ما دخلتش ابتسامته مهمة كمان بالزبط كده يبقى كل اللي موجودين مسؤولين عن عملية التسويق حين جدا بنقول التسويق أعام وأشمل من عملية البيع حقيقة زي ما بنقول كل أفراد الشركة العاملين حتى يعني أدناهم وأقلهم وأعلاهم عندما يتحدث عن الشركة أو يتحدث عن المنتج فهو يسوق له بالزبط كده تمام التسويق بفكره الجديد والحديث حضرتك قلت اشتردنا إن موجود هناك المستهلك إلا هيستهلك الموضوع للسلعة بتاعي طيب لو افترضنا إنه ما فيش مستهلك وحبينا نسوق لأمور يعني مستقبلية يعني بعد كم سنة أو أكلم على رؤية مستقبلية هل ده بيعتبر تسويق؟ هو بيعتبر تسويق لكن هو عشان التسويق يتم بطبيعة علمية لازم يتعمل له حاجة اسمها المزيج التسويق تمام المزيج التسويق ده أبقى عن إيه؟ كلمة مزيج يعني خليط هنعمله تمام ما فيش أي واحد صاحب منشأة أو صاحب فكرة أو صاحب مصرور يقدر يعمل أي حاجة لما يكمل لربة حاجات اللي هنقول عليهم دون أي اللي هما بنسميهم عناصر المزيج التسويق إيه عناصر المزيج التسويق؟ المنتج السعر التوزيع والتوريج للسلعة تمام يبقى الطالب حتى يبقى يتابع معنا عناصر المزيج التسويق أربعة تمام منتج سعر توزيع توزيع والتوريج تمام لو تكلمنا على المنتج تمام إيه هو المنتج؟ المنتج أي منشأة هتعمل المشروع حدا من الاتنين يا سلعة يا خدمة ما فيش تالت يا هيقدم سلعة يا خدمة يا هيبيع سلعة يبيعي خدمة. طيب. ايه الفرق بين السلع والخدمة? السلع شيء مادي ملموس. بمعنى بدفع فيها فلوس بمسكها بايدي. يعني هدفع فلوس. همسك مثلا اللاب. همسك عربية. دي اسمها سلعة. اه حاجة ساعدة. كلها سلعة. اما الخدمات شيء معناوي محسوس. بس ما تفحقها. ايه. زي مثلا. هعمل مشروع طبي. هل هيقدم سلعة طبية ولا خدمة طبية. خدمة. يبقى خدمة طبية. هيا. هعمل مشروع تأميني. هقدم خدمة تأمينية. يبقى الخدمة هنا انا بدفع اه اه اه. بسمح الساق ما بشوف. ما بلمسهاش. اما السلعة انا بدفع اه وبلمسها. يبقى المنتج ده لو اتكلمنا عليه هو الخدمة او السلعة اللي بيقدمها المشروع. المكواجي بيعتبر خدمة فانت. طبعا. رغم ان فيه اه سلعة في اي دي هو بيضيف لها صفة جديدة صفة النعومة او صفة الناتبقى مفهودة. هنا خدمة بيقدمها للمنتج نفسه. لكن لم يضيف جديد عليه. تمام زي السمصر حضرتك. انت ايه كتب يفطى مكتوب ايه. اه. اه. اه مثلا ابو محمد للخدمات العقبية. اه. لان دي خدمة. هم. بس بياخد عليها فلوسه لا بياخدش. اي اه. يبقى ده يبقى هو اي مشروع هيقدم حاجة من سينما خدمة اي حاجة تخرج عن اطار المنتج نفسه. تمام. لكن سينما ممكن تبقى منتج فانت. لانها منتج اه فيلم مسلا. تمام. لكن ليه بنسميه خدمة? ما هو لان انت بتخش انت بتتفع فلوس. اه بتشاهد بس. بتتفرج. اه. يبقى ده محسوس. مابتاخدش حاجة. مالموس. لا مع كده هيبقى. انا بتتفرج على الفيلم. فانا شفته. ماخدتوش معايا وانا ماشي. حقيقة. طب انا جوه السينما اشتريت فشاء. دي سلعة. لانها نمسكها في ايدي. حقيقة. يبقى هنا المنتج ده يبقى حاجة. كل ما هو معناوي. دي دي خدمة. خدمة. كل ما هو مادي ملموس. تمام. دي السلعة بتاعتنا. حقيقة. يبقى اي مشروع اتفاقنا هيقدم منتج هيقدم سلعة هيقدم ايه? خدمة. تمام. يبقى طيب. الحاجة التانية السعر. مم. عنصر المزيج التسويقي. العنصر التاني المهم جدا السعر. تمام. طيب. السعر ده لازم يكون ايه? غالي ولا رخيص. مم. لا لازم يكون مقبول. تمام. ولا غالي ولا رخيص. طيب. لو غالي الناس متشتري السلعة. طب هو فعلا لو رخيص الناس متشتريها. مم. اه مش هتشتريها. مم. صح. مقارنة بالاسعر التانية. مم. انا لو دخلت وطلقيت كنزة بجنيه. حتى لو حلو. مش هجيبه. اه. اخاف منه. بالزبط. فلازم السعر هنا يكون مقبول. ومناسب. تمام. طيب. اه انا كمنتج احدد سعر على اساس ايه? مم. ازاي المنتجين بيحددهم السعر السلعة والخدمة بتاعتهم. تمام. في عندنا طرق كتيرة جدا لحساب التسعير او بنسعر في البضاء. في عندنا طريقة على اساس التكلفة. مم. يعني ايه? يعني انا بشوف السلعة بتاعتي. مم. متكلفة دي. واحط النفسي. نسبة. نسبة اضافة. تمام. نسبة الاضافة دي انا كمنتج بحددها. عشان اهامش ربح. مم. دي بالنسبة ليه الطريقة على سعر التكلفة. في واحد تاني يحدد السعر على اساس السوق. مم. يعني ايه? على اساس السوق. نزائر. اه بيبيعه ازاي? نبيع زي يوم. حتى لو كنت مكلفها اقل. مم. في واحد تاني يبيع على اساس المنافسة. مم. داخل السوق ينافس. مم. فاكيد السعر هيختلف. فيه واحد تاني يبيع على حسب قدرة المستهلك. مم. يعني قدرة المستهلك. مم. حسب ما المستهلك هيدفع. حقيقة. مم. فممكن السعر يبقى غالي. مم. وهنقول له هنوضع حاجة مهمة الوقتي للطالب. مم. فيه واحد بيبيع على اساس الطلب. مم. يعني ايه? سلعته عليها طلب. يحط السعر اللي هو عايزه. مم. طب احنا نوضح نقطة مهمة للطالب. امتى? يعني ايه اللي بيخلينا استخدم طبقة من دول? فيه عاجة بتحكمني. تمام. اللي هي ايه? ازا كان السلعة لها مثيل في السوق. يعني السلعة اللي انا بنتجة لها ايه? مثيل في السوق. مم. يتم تحديد السعر على اساس سعر السوق. تمام. يعني انا بنتج سلعة. بنتج صابون بنتج حاجة سعر. كل ده موجود في السوق. فانا كده مضطر ان انا حدد سعر على اساس الايه? السوق. حي. اما ازا كانت السلعة ليس لها مثيل في السوق. وكلمة ليس ليس لها مثيل مش معنان ما بيش زيها. لا. مش موجودة في المكان. موجودة بس انا اللي بنتجها بحرفية معينة. هنا يتم حساب على سعر على اساس ايه? قدرة المستهلك. هدل حضرتك مثال. اراض النوم. اسعار تطرح من كم لكم? اه. غيرت. فوق الخمسة اربعين وخمسين الف كمان. تمام. فيه بمئة الف. اه. فيه بمئة وعشرين الف. اه. وفيه بيتناشر الف جنيه. تمام. هنا على حسب مين بقى? كذوة المستهلك اللي هيدفع. حقيقة. انا. انا انا شايف ان سلعتي على جودة. انا بحط لها الجودة. فانا احدد السعر. زي مثلا تجي تبص تلاقي. كترة جاتو بعشرة جنيه. كترة جاتو بستين جنيه. طب هو ايه? ايه الفرق ايه كده? والله ده حسب كدوات المستهلك اللي هيدفع. والاسم التجاري. بالزبط كده. ما هو. حضرتك الاسم التجاري ده هو اللي بيدي غلوه للسلعة. حقيقة. له اسم الشهرة. ايه. ما هو. حتى كمان احنا بنقول للطلبة ان اسم الشهرة ده يعتبر اصل من اصول المنشأة. صح. يعني لما اجي بيع ابيع المكان. ببيع المكان وببيع معها اسم الشهرة. يعني اسم الشهرة ده لوحده. وساعات في اسام الشهرة بتبقى اغلى من المكان ذات نفسه. مم. لان اسم الشهرة ده يعني. ممكن يتباع نفسه. كمان اتباع. اه هو اصل في المحاسبة اصل من ضمن الاصول. تمام. زي وزي الالات زي الاساس زي الكلام ده كله. تمام. احنا كده اتكلمنا على المنتج. وتكلمنا على السعر. تمام. اتكلم على التوزيع. التوزيع هنا يطلق عليه المزيج المكاني. ليه بقى نسبة لتواجد السلعة. مم. يعني مكان تواجد السلعة هو التوزيع. صح. الناس هتقول مكان تواجد السلع هو السوق لا مكان تواجد السلع توزيع من السوق طب ليه لأن في بعض السلع والمنتجات السلع عنواع في السلع ما بتوحش المستالك على طول لازم تروح على التوزيع والتوزيع هو اللي يوزعها يوزعها هنا بقى يوزع هنا على حسب الاستخدامات يبقى احنا اتكلمنا كده على المنتج وان المنتج ده حاجة من الاتنين يا سلعة يا خدمة وعرفنا الطالب الفرق بين السلعة والخدمة كلمنا على السعر وازاي بيحدد السعر السعر ده بيتم تحديده بناء على عدة طرق وطرق فيه وطرق علمية وتتحسب وهي بالضبط بتناسب الخدمة كمان تسويها بالضبط اللي هيمشي على السلعة يمشي على الخدمة تصعر زي ما احنا بنقول كده حسب بقى السوق وحسب الخدم يعني مثلا تيجي تبص تلاقي كافيات غالية جدا ما هي بتقدم خدمة ايه بس زي ما حضرتك قلت باسمها بشهرتها فهتاخد اكتر فهنا بنحدد السعر على اساس كل واحد على حسب يا اما كدرة المستهلك يا اما على السلم ونافسة يا اما على اساس الطلب تلاقي بعض الشركات مثلا بتنزل المنتج ووخصت سعره طب ليه يقولك اصلا داخل نفس ايه طب هتنافس يبقى لازم اقل السعر عشان اجزب شريحة معاينة من المستهلكين بتشتري السلعة بتاعتي هو مش قادر ينفس في الجودة فيقوم ينفس في ايه في السعر في السعر هو مش قادر ينفس في الجودة خلاص فيقوم ينفس في السعر طب هي السلعة لو سعرها قليل قوي يعني مش هتتبعها طفعا قلنا انا مش هتتبعها لكن هو بينزل على السعر المعتاد في السوق حاجة بسيطة عشان السلعة تنفع تتبع تمام نيجي بقى الاهم حاجة اللي هو بنسميه المزيج الترويجي والترويج ده اللي هو بمفهومنا كده اللي انا هاعلن عن السلعة تمام طيب ايه المزيج الترويج الترويج هو تسويق يعني يعني بس هو الترويج بقى كلمة كبيرة شوية الناس بدمارا ان الترويج معناه ان انا اعمل اعلان للمنتج بتاعي طيب الترويج ده ليه خمس طرق بنعلن عنها الترويج ده اصلا بنقول علي ايه هو الترويج اصلا هو وسيلة اتصال النسوات التسويقى للمنشأة زي ما حضرتك قلت كده وسيلة من وسائل التسويق بس ده اتصال تسويقي يعني ايه ده الوجهة اللي هتبقى للجمهور التلاتة دول الجمهور للمستهلك مش شايفهم انما الرابعة دي المزيج الترويجي دي اللي هتبقى للمستهلك فده اللي هتبقى في وشه طيب المزيج الترويجي ده هنعمل ايه يعني انا لو انا عايزة بيع سلعتي اعمل لها ايه? اعلان. تمام? اعمل لها اعلان. طب اعلان بس. طرات. مسلا. اه. كل اللحظة اكتقوله ده في اقتار حدا واحدة. الاعلان. الاعلان. تمام. نعم احنا عندنا عناصر المزيج التوريجي ده خمسة. اللي هم ايه بقى? ايه? الاعلان. زي ما حضاك قلت. النشر والاشهاب. طبعا هنعرف الطالب ايه الفرق بين الكلام ده? الاعلان. النشر والاشهاب. البيع الشخصي. تنشيط المبيعات والعلاقات العامة. دول الخمس حاجات اللي بيعملوا اي منتج في المزيج التوريجي. ايه هو الاعلان? تمام. ما بنجي نتكلم على الاعلان بنقول هي وسيلة من وسائل تقديم الافكار للسلع والخدمات. مدفوعة الاجر. اعم. يعني ايه مدفوعة الاجر? يعني انا هعمل اعلان وادفع ايه? وادفع حقه. حقه تمام. تمام. طب هو الاعلان بنعمله ليه? هل عشان المستهلك اشتري السلع? طيب. طب ماشي هماشي. عشان المستهلك. عشان ايه اعرف بيها كمان. تمام. تمام. طب احنا لحد دلوقتي بنتفرج على الاعلانات يومية هو هو نفس الاعلان. اه طب انا خلاص عرفت ان ده بتباع وكده. قالك لأ اصل الاعلان فلسفته ايه? ان انا اخليك تشتري وتعيد الشراء تاني. يبقى عندك رغبات ملحة مستمر. خليك تشتري كل يوم. اه. لان لو خليتك تشتري. اصل فيه سلع ما نفعش تشتري مرة واحدة. تمام. انها دا كما بينفرج على الاعلانات مثلا. هل اعلان العربية زي اعلان المنتج الغزائي? لا طبعا. اعلان العربية هيتعمل مرة مرتين خلاص. هيقدل غرض بتاعه. تمام. الناس اللي اشتريت العربية خلاص انتهت. اه هو محتاج منك تشتريها مرة. اما اللي بيعمل مثلا اعلان عن اكل او منتج او مياه غزائي. يومي. بالضبط. يبقى هيفضل يزن عليك كل يوم. عشان تشتري المنتج بتاعه. تمام. عشان كده الاعلان ده بنقول. وسيلة من وسائل تقديم الافقار للسلع والخدمات. يعني انا ممكن اعلن عن سلع او اعلن عن خدمة. تمام. بس مدفوعة الايه? الاجر. الاجر. تمام. اما النشر والاشهار. النشر والاشهار وسيلة من وسائل تقديم الافقار للسلع والخدمات. يعني احنا كده بالضبط زي الاعلان. لكن ايه الفرق بقى? غير مدفوعة الاجر. غير مدفوعة. اه. ببلاش. والنشر والاشهار اصدق من الاعلان. طب ازاي غير مدفعة الاجر? هقول لحضرتك. ما بيستطفقش مسلا ان واحد صاحبك يقول لك ايه? انا جعان ما تعرفش مطعم حلو. تقول له بص انا كنت عند المطعم الفلاني اكله عشر على عشر. ده المحل الفلاني انا جبت منه اه مية مية. ايه. انت كده بتعمل ايه? اعلان ولا نشر? نشر. نشر هنا. بس غير مدفع ايه? الاجر. اه ببلاش. يعني انا كده بعمل نشر واشهار للمنتج ده. بس غير مدفوع الاجر. ده على اساس معرفة السابقة به. اه تمام. تمام. فهما هو يقصد يقول لك ايه? ان احنا عندنا وسلتينهم اعلان ونشر الاشهار. طبعا النشر والاشهار دوت. الفرق بينه وبين الاعلان. ان الاعلان مدفوع الاجر. هتتفع حقه. تمام. اما النشر والاشهار غير مدفوع الاجر. ببلاش. هيتعمل لك ببلاش لو انت اثبت جودتك. تمام. هتلاقي ناس كلها بتجمع على محل معين. او على منتج معين. او على اه حاجة معينة. ليه? نتيجة للنشر والاشهار دول. مم. وهو اصدق. ليه? انت لما بتقول على حاجة حلوة انت مفيش مصلحة. انت مش اخد فلوس. تمام. فعشين كده بتقول النشر والاشهار اصدق من الاعلان. الاعلان ممكن يكون فيه مبالغة. مم. اما النشر والاشهار انا مش هادر بالغ. هتعمل مجرب. ام. وهو انت مش هتقدر بتبالغ لان انت مش عامل حسابك ان انت هتقول كده. لكن. لكن الشركة هتعمل النشر ازاي وتساعد عليه. تمام. ان الشركة بقى بتعمل النشر والاشهار. عن طريق مسلا. لو انا شركة مأولات. مم. والنهاردة بنيت صرح مسلا جميل. مم. وعملت عليه اعلان. تمام. عن طريق النشر مسلا. مش من احنا بنلاقي مسلا في التلفزيون. بعض الشركات. يا مسلا ما يقول ايه. قام السيد رئيس الوزراء بافتتاح مجمع المصانع كذا 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 كذا. مم. ده اعلان ولا نشر. اعلان ونشر. لا ده نشر. اه. مش مباشر. هو تقال في نشرة الاخبار الحكومية. مم. تمام. فهنا مش اعلان. هنا بقى نشر رشها. الشركة دي وصلت كده الايه بمجهودها. مم. يعني النهاردة هنقولها هنقول مسلا. او بعلاقتها. مدباسة خاصة. مجال الاعلام الحديث عنها. اه. اصارة الموضوعات عنها. تمام. من خلال كتاب من خلال اه شخصيات. بالزبط كده. بالزبط كده. ممكن نفعلوهم حاجة ولوهم والله اعملو لدعاية غير مباشرة. ممكن. عن الموضوع ده. هندي مثال بسيط جدا. تمام. لو فيه مدباسة خاصة. لو عملت اعلان في التليفزيون هتدفع فلوس. صح? تمام. يبقى ده اعلان. مدفوع الاجل. حياة. المدباسة الخاصة دي. هولئة امورها بقى. طلع منها. اه. الطالب الاول على السنوية العامة. خلاص. طيب المدباسة دي هتسمع في التليفزيون ولا لا? صبع. ببلاش ولا بفلوس? ببلاش. ببلاش. يبقى ده نشر. يبقى النشر والاشراب ده نتيجة مجهود المنشأة. حياة. يبقى. عشان كده هو غير مدفوع ايه? الاجل. يبقى احنا كده قلنا الاعلان. وسيلة من وسائل تقديم الافكار للسلعة والخدمات. مدفعة الاجل. اما النشر والاشراب. وسيلة من وسائل تقديم الافكار بس غير مدفعة الاجل. عندنا كمان من مسائل الطريق. عاوزين نقف عند الاعلان. هل القيمة المالية للاعلان بيضاف الى المنتج بالاجمالي ويقصم منه? طبعا. في ناس كتير جدا بتعتقد ان الاعلان ده هو يعني شياكة ومنظرة. لا طبعا. لكن الحقيقة هو في الاخر المستهلك هو اللي دفع تمن الاعلان. بالضبط كده ما هو الاعلان ده هتبقى من دو هتخش من ضمن التكاليف. تمام. تكاليف دي تضاف على المنتج. وفي الاخر ما هو مش احنا قلنا المنتج يحسب على سعر التكلفة. ايه. سعر التكلفة ده بيشمل ايه? حاجتين. تكلفة سابتة وتكلفة متغيرة. تمام. تكلفة السابتة دي ليه تكلفة المواد الخام والحاجات دي كلها. تكلفة المتغيرة دي الحاجات بقى اعلانات والكده. كل ده بتضاف على المنتج. اه. المنتج مش اه مستاذج. يعني مش هيعمل الاعلان يكلفه. الاعلان غالي. وبعدين الاعلان ببدو احنا نتكلم عليه. الاعلانات ما بتتعملش صدفة. يعني حتى طريقة الاعلان او المنتج اللي انا بعمل له اعلان ما بتعملش صدفة. دليل معاد معين هيتعرض فيه. وحسب طبيعة المنتج اللي انا باعلن عنه. وحسب المستهلك المستهدف. ايه. يعني ايه المستهلك المستهدف? انا عايز مين يشتري السلعة. يعني مثلا شركة اه ادوات تجميلية. هتعمل اعلان عن كريم شعر للبنات. هي عايزة مين اللي يستعمل المنتج بتاعها. بالضبط. الفئة المستهدفة هنا البنت اللي هيجيبوها في سنها. بنت شعرها طويل. هتعمل البنت اللي في سنها هتشتري المنتج عشان كده. فالاعلان ما بتعملش كده. يعني الاعلان ليه طرق علمية وحسب حجم الميزانية اللي معين. تمام. ده الشركات كبيرة هتعمل الاعلانات زي ما حضرك بتشوف. الشركات صغيرة عنده طريقة تانية لاعلانات. وبعدين اه طبيعة المنتج اللي انا هبيعه. والمستهلك بتفرق. بمعنى ايه. اه. لو انا بنزل منزل المنتج. المنتج ده باشتري الشباب. هل يا طبي علن عنه. في الجورنان. اه. ولا تلفزيون. اه. طب الجورنان. شباب يعني شباب ما بيقراش كتير. بالضبط كده. اه. يهموا الصورة. يهموا الاعلان. الصورة او المنظر. يبقى قدامك طبيعين. يا التلفزيون يا النت. تمام. فانا اه. اه. انا منزل المنتج. بشوف مين اللي يشتري. حق. وضرة حياة المنتج. اه. يعني ايه ضرة حياة المنتج? يعني المنتج ده. احنا عندنا المنتج زي البناء ادم بالزبط. اه. شركات الانتاج او المنشآت بتعتبر المنتج بتاعها زي البناء ادم. بمعنى ايه? اه. في مرحلة الميلاد. اه. ومرحلة الشباب. ودي مرحلة جاني الارباح. اه. وفي مرحلة الهبوط. ليه الشيخوخة. اه. بص عزاك هتتتأكد لما نتكلم دلوقتي. فيه منتجات كانت على ايامنا. اه. كانت الاعلانات بتاعتها مكسرة الدنيا. اه. عشانقول اسامي. ايه. بس كانت مكسرة الدنيا. ايه. تمام? المنتج ده موجود دلوقتي. بس ملوش اعلان. اه. لانه في مرحلة الشيخوخة. اه. يعني في مرحلة الشيخوخة. هو خلاص كسب المنتج بتاعه. اه موجود للسوق. مش هعمله اعلان. اه. لانه بيموت. اه. منتجات كتير جدا. اه. سمعنا عنها وكنا احنا صغرين. وكنا بنتفاجع الاعلاناتها كتير جدا. المنتج موجود دلوقتي. توقع السبا مركة هتلاقيه. لكن ما عادش ليه اعلان. تمام. لان هنا. لكن ممكن يطور يطوره وممكن يغير اسمه وممكن يضيف له جديد او ممكن يستخدم اسم التجاري. هيبقى صعب. هيبقى صعب ليه بقى? احنا عندنا من ضمن المشاكل التسويقية. اه ملل المستهلك. حجو. ما هو المنتج. اه. ما بيبصش لنفسه بس. بيبص ليه المستهلك. المستهلك ببقى عنده حاجة من انواع. عنده حاجة من الاتنين. يا ملل من السلعة. اه. يا حاجة بنسميها في التسويق الولاء للصنف. اه. يعني ايه الولاء للصنف. اه. يعني مسلا انا بعت ابني اقول له روحات كزا. بالتحديد. اه. بابا لو ملقيتش ما تجيبش. اه. ده كده انا وصلت للولاء للصنف. اه. في بقى الملل التسويق ان احنا بطبيعت. كل يوم بستهلك ده. بصير بقى. اه. احنا طبيعتنا كمستهلكين بالملل بسرعة. عشان كده تلاقي حضرتك ايه. اه. السلع. المنتج. المنتجات بالذات في المنتجات الغذائية. لازم المنتج يطوب على طول. اه. يطوب بشكل الغلف. اه. غلف السلعة. اسم السلعة. اه. الطعم اللي جوه. لان لو ما عملش كده. المنتج بتاع مش هيتباع. حيلا. خاصة ان فيه شركات بتنفسه. ويعمل نفس المنتج بسعر تاني وباسم تاني. اه. اه. تمام. عشان يقدر ياخد الجانبين. اه. وبعدين في حاجة تانية. المرونة في التسويق. اه. يعني ايه حضرتك المرونة في التسويق. يعني دلوقتي مسلا في اسعار منتجات سابتة. تمام. سابتة بتضيرش. مع ان المواد الخام بتاعتها بتزيد. طب ازاي? والمصنع بيخسر? مش حد بيخسر. بيعمل ايه هو بقى? هو لو غلى السعر ربع جنيه سلعة مش هتتبعها. يعمل ايه? ممكن يقلل الكمية. ويسيبش سعر زي ما هو. ايه. دي بنسميها المرونة التسويقية. وده اللي بيحصل في حلويات. كتير. الحاجات الحلويات بتاعت الاطفال. تمام. وهو ده برضو عشان نفهم الطلبة ده مش غش. ايه. دي اسمها المرونة تسويقية. اه. هو مش عايز يغلي سعر المنتج. صح. عايز يخليه زي ما هو. عشان الناس ما تنصرفش. بالزبط كده. لان سعر المنتج لو غلى ما فيه. احنا عندنا حاجة اسمها اه المرونة السعرية. اه. يعني المرونة السعرية. في علاقة ما بين الطلب والسعر. اه. تمام السلعة. تمام. كل ما تمن السلعة زاد. اه. كل ما تمن السلعة زاد. اه. الطلب يقل عليها. حقيقة. والعكس. كل ما تمن السلعة قل. اه. الطلب يزيد عليها. اه. يعني لو السلعة بيخصد. الطلب يبقى عليها تكيل. اما لو السلعة سعرها بتفع. الطلب عليها. يقل. اه. ده قانون اسمه قانون العرض والطلب. تمام. طب بس هل الكلام ده يمشي على كل السلعة. اه. قالك لا. في سلعة لا تغضع لقانون. العرض والطلب. اه. ملاش دعب قانون الطلب ده خالص. زي سلعة التفاخر. اه. يعني ايه سلعة التفاخر? يعني. اه. المركات الكبيرة. بالزبط. اول ما تنزل اجيبها. اه. 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 صح. اه. تليفونات حديثة اول ما تنزل اجيبها. اه. وانا هتفاخر بيها. يعني كل ما سعرها يغلق. صح. هجيبها. اه. هنا ما ينتبقش عليها القانون اللي احنا بنقول عليه ده. تمام. والسلعة المتبطة بالجودة. اه. المجوهة. بالزبط كده. اه. ده ما يمشيش عليه الكلام ده. اه. طب. طب ما تبقى للكلام ده اللي احنا بنقوله ده. برضو عشان نبقى نوضح للطلبة. ما فيه منتجات غزائية بسعبها بيزيد. والطلب ما بيقلش عليها. ايه. ليه? ده سلوك بقى. ده سلوك نحنا. صح. هو كاقتصاد. لازم الحاجة لما سعبها يغلق. واحنا ما نشتراهاش. ايوة. تقل. ده اقتصاد. يعني الف زائد به. لكن ده سلوك من عندنا احنا بقى. الحاجة اللي هو ايه? الحاجة تغلق. نقوم نشتراه اكتر. نخاف لا تخلص خالص. يقوم السعب بتاعها يغلق بقى. وده اللي بيفسر لنا. اصعاب كتير جدا. اصعابها بتغلق. اللحوم والحاجات دي كلها. احنا كمستالكين عندنا سلوك في عمالية الشراء. يعني المستالك المصري عندنا حاجة اسمها عادات والشباق والعادات وصلوك والشباق. تمام. احنا عندنا ايه? المواسم واوا والكلام ده. احنا بنزود حتى لو السعب غلق. هنقول ايه? البطاطس غلق. مسلا. لازم نجيبها برد. لقد احنا نلحق نجيبها الاحسن بيقوله هتخلص. اه. تبص تلاقي السعب ايه? يزيد اكتر. انما لو احنا عادنا يوم. ماشتراهاش. السعب غزبا علينا هينزل. صح. هينزل. فالمنتج بيستفاد بقى من كل الكلام ده ويبقى لنا. دي الثقافة العامة. بالزبط كده. المنتج بيستفاد من الكلام ده. يبقى احنا كده عندنا في المزيج التوريجي عندنا الاعلان. وعندنا النشر والاشر. وعندنا كمان البيع الشخصي. هم. يعني ايه البيع الشخصي? البيع الشخصي دي عملية بيع شفوي قائمة على الاقناع. هم. ده منتج بينتج. كلنا شفناها على فكرة. لا سلز بقى. وشفناها وعشناها. ايه. مفيش حد فينا مش قعد في بيته. خبط على بيته واحد. وقال له يا فندم احنا معنا سجادة يا فندم احنا معنا مش عارف ايه يا فندم ايه. هنا المنتج ده على فكرة المنتج ده مش وحش. تمام. بس صاحب المنتج ده امكانياته ضعيفة. ولا قادر يعمل اعلان. هم. ولا حد يعرفه عشان يعمل له نشر الشهر. بيلجأ لعملية البيع الشخصي. يجيب المنتج بتاعه. يديه الواحد. والواحد ده يكون لابك في الكلام. يقدر بيسوي الكلام. ويعرضه بشكل كويس. بالزرط كده. فبنقول البيع الشخصي ده عملية بيع شفوية. شفوية يعني محادثة. قائمة على الاقناع. ان البيع هنا بيقنعك بعملية الشرع. بيوقف حضرتك ناس كتب في الشرع. وفي المحلات. وفي المحلات احنا كذا وكذا وكذا وكذا. بيحاول اقناعك ويكون لابك جدا. دي وسيلة برضه من وسائل الترويج للسلعة. بس ساعات بيخلق حالة من حالات الخداع. وده يمكن المشكلة اللي بيخلي المستهلك بيهرب من السلعة دي بعد كده. لانه هو بيدي له وهم انه هو افضل واحسن واقل سعر. وانه هو محتاجها. هو بيطر ياخدها هو مغصوب. يعني لانه هو وقع تحت تأثيره. تمام. بعد ما يفوق المستهلك من التأثير بيبدأ يعرف ان المنتج ده اتباع له غزب العالم. ولما يعرف هيعمل ايه? اه بيقفل وبيدي كمان دعاية سيئة. بزبط. يبقى ده يبقى ده بنشر الاشهار بس بالسالب بقى. تمام. وهو مش هيعمل كده لما يكون المنتج ده مش معروف. ومش يخص المحل ده. بالزبط كده. يعني مش هروح له يعني. لان المنتجين بيبقى عايزين ثقة المستهلك. ما هو لو حصل تاني على ثقة المستهلك. واننا احصل على ثقة المستهلك ده مش موضوع. سهل. اه. لازم ده ناتج. فلازم فيه امانة بقى. بالزبط كده. وخلي المستهلك هو ليختار الشراء. بالزبط كده. ادفعه مجبر او اضعه تحت هيبانتي عشان اقدر ابيعه خالص. طبعا. لان انا كمان لو اكتشفت الموضوع ده بعد كده. كده انا بعمل دعاية سلبية. تمام. للمنتج ده. وكمان فيه حاجة. وممكن الشركة دي تكون متعددة للانتاج. وخدعت المستهلكين في منتج معين هي اصر على بقى المنتجات بتاعتها. ايه. في شبكات بتنتج حاجات كتير. تمام. عاوزيني اتكلم على جانب مهم برضك بيستخدمه في الغارب يا فندم هو الجانب اه المجتمعي. يعني برا يقولك انا هشتري من المنتج ده. علشان الشركة دي بترعى اه فئة محرومة مثلا. بتقدم اه بطاطين وحاجات في الشيطة غلابة. اه بتعمل حاجة تبرع معين لمؤسسة معينة احنا بنشوفها. الجانب المجتمعي. آآ هل ده بيعتبر من عناصر التسويق. تمام. هو في التسويق حديث. الرئيس ولا بيقصى من من الضرائب وبس. في التسويق حديث. تمام. لكن عندنا هنا صعب تطبيقه. اه. ليه سببين? ثقافة المجتمع. بالضبط كده. اول حاجة انا كمستهلك صعب بتقنعني بالفكرة. اه احنا تعرف في احنا لنا فكرة ثقافة وتسويق كده معين. تمام. هنقول بقى لا ده بيتحقوا علينا ده. ما عندناش الثقة المتبادلة ما بين المستهلك والمنتج. نتيجة للا حاجة اللي يعني. يعني الخضرات فايتة. فالثقافة دي هي موجودة برا. لكن فيه ناس بتعمل مثلا محطة اوتوبيس. آآ كراسل في شوارع. حاجة على الكورنيش. منتج بسيط او حاجة بسيطة بتقدمها للجمهور. فلما يعد على الكورسي ويلاقي الاعلان عليه. فيقول والله الشركة دي انا انا بحترمها. حطتلي كورسي وانا ما كانش حضي حطه. انا قعدت عليه. انا انا هشتري. يعني اذا هو هيبقى مدرك الحجم يمكن بالتجاوب او التفاعل معه. تمام بس هتبقى تجاوب فردية. حيانا. لحدك قلتها دي هتبقى تجاوب فردية. عشان نطبقها في في مجتمع عندنا. نعم. لازم هنا بقى الاول تعمل عملية اعداد والثقافة تانية. طبعا. للمستهلك بتاعنا. احنا عندنا مشكلة في عملية الاستهلاك اساسا. انا اقول لحظاك على حاجة. المعدلات بتقول ايه? ان اللي داخله قليل هو اللي بستهلك اكتر. تمام. يعني المفروض اللي داخله ممتفع. ايه. ده اللي اشترك اكتر. دي النسبة الاعلى. هي السواد الاعظم. بالزبط كده. اه. اللي داخله قليل هو اللي بستهلك. احنا عندنا القواعد الاقتصادية بتتحطم. في حاجات كده المفروض نمشي عليها. مم. ما بنلاقهاش. ده بقى للسلوك الاستهلاكي بتاعنا. تمام. احنا. احنا بنشتي كلنا من الدخل. تمام? بنقول الدخل قليل. تمام? نتيجة بقى لحاجات كتيرة. لكن تعال بقى في الواقع الفعلي. احنا اه مسلا بنيجي بالليل. تلاقي فضلات الطعام اللي بمية دي. هتقول دي كميات قليلة. لأ ده ده سوق الاستهلاك. صح. ما هو الدولة بتحاول. فوق حقي او فوق احتياجي فرميت. بالزبط كده. اه. انت حتاك لسه بتتكلم على الثقافة الغربية والثقافة الاجنبية. هناك لما يجي واشتراه الفاكهة. ممشي بروس دي هنا. هتلاقي الصباح الموكت هناك بالقطع. الموزة الوحيدة البروتوانية الوحيدة. وده مش عيب. انما احنا هنا السلوك الشراء بتاعنا ايه? هات تلاتة كيلو هات تربعة كيلو. تمام. بله هنا والشرفة. لكن تيجي بقى الليل او تاني يوم ربعهم بترمى. طبعا. ما هو ده بقى هو ده هيقول لك. مين اللي بيغرسي الثقافة دي يا فانت? هل المعلنين? هل الشركات? هل اولياء الامور اللي هما الاباء والابناء? هل ثقافة مستركة منا كلنا. اه. اه. او الاعلام? يعني مين اللي يقدر? لا هو المفروض بقى ان الاعلام هو اللي. يوعي. بالزبط. يبقى دور التوعية في الاستهلاج دي. وتبقى توعية بجد. لان الموضوع بجد خطير يعني. الدولة مش هتقدر يعني احنا بنشتكي من الزيادة السكانية. مه. وكل الكلام ده كله. فالدولة مش هتقدر تلبي الاحتاجات كلها. صح. فظل السلوك بتاعنا احنا ده. اه. والمعلومة في مجال استخدامها. مش المعلومة ان انا اخدها وخلاص. بزبط كده. يبقى انا شايف الغلاء. طب انا دي هشتري. بزبط. انا عارف ان انا لو انا بطلت. فيبقى انا هستخدم المعلومة. لكن بيحجم المواطن عن استخدام المعلومة. والاشعاعات. 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 كل بقى الحاجات دي كلها يستغلها المنتج. عشان يبقى لنا. اه. المنتج عايز ايه? عايز يكسر. اه. عايز يكحقق على البعض. اه. عام طريق بقى احنا طريقة سلوكنا في عملية الشراء. اه. ثقافتنا. ده يصرب معلومة يا فندم ان المنتج ده هيزيد. بالزبط. وهو مش هزيد. وهو مش هيزيد. فيحصل بيع اكتر. ده بقى الضعف ثقافة المستهلك اللي هو احنا. ايه. بس برضو غصبا عنه وما عندهش وعي بالكلام ده. اه. وبعدين هو زي ما قلنا بيميل الاستهلاك. اه. هو هيشتري. فمش مش فارق معه بقى. يعني الكلام اللي احنا بنقوله ده مش فارق معه. بس هو المفروض لو عنده توعية تسوئية. حيفم الكلام دي. يعني عارف لو هو ما اشتراش النهار ده هيخدها الخاصة نيوم. حقيقة. بس ازاي توصل له النقطة دي هي دي المشكلة. الاحتقار ايضا بيخش في في الموضوع ده على اعتبار ان عدد من المنتجين بيقفلوا على السلع بتاعتهم ويعطاش السوق. ويرجع الاسعار تعالى اكتر واكتر. تمام. اه محرم حتى شرعا يعني. بالزبط كده. الاحتقاب في عملية التسوئة. طبعا احنا عندنا فيه عندنا احتقاب شرعي. اه. شرعي يعني قانوني. قانوني اه. احتقاب الدولة لسلعة معينة. اه. ليه? للمصلحة العامة. المصلحة العامة والامن الاستراتيجي بتاعها. اه. يعني مثلا هنيجي نبص نلاقي سلعة زي البنزين. اه. مين اللي بيحتكرة? الدولة لازم تحتكرة. طبعا اش انت ما بيتحدي. تسعير بتاعها. طبعا. تمام. ده بنسميه التسعير جبري. اه. ان الدولة بتحط سلعة اعلى للساء. حد الشي يقدر يجنبه. ده لان ده بيمثل حاجة خطوة للامن القوم. مم. زي العيش المدعب. مم. برضو محدش يقدر. مفيش حد تاني يقدر يبيع العيش ده بالسعب ده. مم. فالدولة بتحتقب بعض السلع. عشان. سنتوجية علشان محدش يتدخل فيها. للحفاظ على الامن القومي من ناحية الاستهلاتية والغازية طبعا. اه. لكن في سلع تانية السوق فيها مفتوح. مم. مفتوح للي يبيع. تنافسي. اه سوق تنافسي. فيه تنافسية الكاملة. فيه نصف تنافسية. مم. حسب بشكل السوق اللي موجودة عندنا. طبعا. فالسلعة تتعرض. ممكن تلاقي حد بيتك مثلا. سلعة هي نفس السلعة. اه بجنيه. بخمسة بمية. هي نفس السلعة. طبعا. لكن الجودة بتاعتها مختلفة. هو ده السوق المفتوح. طبعا. نيجي نبص الناس تقول لك. اصل. الحاجة غلط. لا. هنا السلعة سوق مفتوح. يعني ايه? على حسب جودة سلعتك. هتحدد الكلمة بتاعتها. تمام. فالاحتكار برضو ده جزء من الموضوع. كمان عندنا اصعار السلعة البديلة. اصعار السلعة البديلة والمكملة. يعني ايه? سلعة بديلة يعني ايه? بديلة للسلعة اللي انا يعني انا كمنتج. لما اجي اشوف المستهلك هاشتري سلعتي ولا لا. قبل قبل ما اشوفها يشتري ولا لا. اشوف الاول السلعة البديلة لها. بمعنى ان السلعة لما حدك حط سعر. حط السعر غالي لان انا هنتك صبون. ينصرف عن الغالي وينزل للارخص. تمام انا هنتك صبون. طبعا فيه صبون في السوق. السلعة المكملة بقى. لو انا بنتك سلعة مكملة. بابدو نوضح للطلب يعني ايه سلعة مكملة? سلعة مكملة يعني مباعاتها تتماشى مع مباعات سلعة اخرى. يعني ندي مسال كده. تمام. زي. الشاي والسكر. طب هل لو السكر سعره زاد? الشاي الطلب عليه قل ولا يزيد? الطلب عليه قل. هيا. استخدامنا للشاي لازم سكر. بالزبط كده. الحلويات والسكر. لو سعر السكر زاد. الحلويات هنا. سعرها يزيد ولا يقل? يزيد. يزيد. عشان كده ايه? لو انا كمنتج بقى. لو سعر السكر زاد. انا كمنتج حلويات اخصى. يبقى انا يعني انا ما نزدلش كمية كبيرة. لان المنتج بتاعي مش هيتبقى. وتمنوا هيبقى اغلى. بالزبط. لان هنا السكر هو انا طب انا مش بنتك سكر انا بنتك حلويات. بس الحلويات سلعة مكملة. مكملة للسلعة التانية. زي مسلا المعجون وفرش السنان. لما واحد يشتير معجون بقاش تخش مكان تقول له معجون وقول لك مفيش فرش السنان. دي سلعة مكملة. وفي سلعة بقى لكل سلعة. يعني زي البنزين المواصلات. تمام. وزي الطاقة. اه. دي سلعة. الغاز اللي بنتخي به ازا كان فيه اي منتج من المنتجات المطهية. فكل الاسعار هزيد. اه تمام بالزبط كده. حشان برضو كمان للطالب يفهمنا. نحنا السلع عموما نوعين. اي سلع نوعين? تمام. سلعة استهلاكية. mm. وسلعة انتجية. اه اسلعة الاستهلاكية? هي السلعة اللي بيتم انتاجة لاستهلاك المباشر. تمام. زي مسلا التلفون الغسالة اه الاربية. الكنز اللي حاجة الساعة. كل دا اسمها سلعة استهلاكية. تمام. اما السلعة الانتاجية. دي سلعة بيتم انتاجه لتدخل في انتاج سلعة اخرى. هاي lies الماكينات. بالزبط كده. يعني مثلا مصنع حديد. هل دي سلعة استهلاكية ولا انتاجية? انتاجية. انتاجية. لان الحديد هيخش في انتاج سلعة اخرى. اه مصنع الامونيا. يبقى سلعة انتاجية. طب السلعة الاستهلاكية دي نوع واحد. لا ده تلات انواع. احنا كمستهلكين. اه تلات انواع في السلعة دي. اول حاجة السلعة المرسلة. يعني ايه سلعة مرسلة? هي سلعة سالة الحصول عليها. وبنجيب بكميات كبيرة. لانها متوفرة. مش محتاجة مني مجهود. زي الكابريت. بالزبط كده. هقول لحضرك على حاجة. شوف الكابريت ده احنا بنستخدمه من امتى? من زمان. تمام. عمرك ما تلاقي اعلان لكابريت. ولا ملح ولا فلفل ولا كامل. ولا حاجة. لان دي سماء سلعة مرسلة. كده كده هنتجها وهتتبعها. الحاجات اللي انا قلتها دلوقتي اكتر حاجات بنستخدمها. لكن ما لانش اعلانات في التلفزيون. لان المنتج واسط مليون في المية. انه هو مهما نزل اي كمية هتتبعها. هي 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 بقى. يبقى مش هيكلف بقى اعلان. بالزبط كده. النوع التاني اللي هنقوله بقى ده اللي محتاج الاعلان. السلعة. سلعة التسوق. او بنسميها السلعة المعمرة. دي السلعة اللي هتقعد معايا مدة كبيرة. يبقى تحتاج مني مجهود ساعة الشراء ولا اجيبها من اقرب مكان. لأ هتحتاج مني. مجهود. لان السلعة دي في مقارنات. يعني مثلا هجيب تلفزيون. مش هنزل اجيب تلفزيون. من اي حتة. اه من اي حتة. انا هلف مرة واثنين وتلاتة. واشوف الانواع وعمل عملية المقارنة. لان كمان. سعلى معمرة. بالزبط. هيقعد معايا. هيقعد معايا مدة كبيرة. اه. فعشان كده هتعب عند السرعة فيه. في النوع التالت من السلعة اسمه السلعة الخاصة. والسلعة الخاصة دي معناها ايه? السلعة اللي بتمتاز بمركة او علامة تجارية مصهورة. ودي ما بيشتريهاش اللي فيها اولاية لا. زي المركات. بالزلط كده. بس بتبقى غالية. اه. فالسلعة دي محدش هشتريها كتير. تمام. يبقى كده السلعة نوعين. سلعة انتاجية وسلعة استهلاكية. تمام. طيب. انا كمنتج لما اجي نزل السلعة 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 بتاعتي. هل تمن السلعة حيفرق في الطلب عليها? يعني تمنها لو غالي. الناس هتشتريه السلعة بتاعتي. اه. الطلب عليها هيقل. اما لو تمنها رخيص. الطلب عليها. هيزيد. ودي بنسميها علاقة عكسية. مبين تمن السلعة والكمية المطلوبة. طيب. هل في علاقة ما بين تمن السلعة ودخل المستهلكة? طبعا. نعم. ودي علاقة ترضية. يعني ايه? اه. كل مداخل المستهلك. زاد. زاد. هيزيد طلبه. بالزبط كده. وكل مداخله قال. هتقل. تمام. نعم. بس في حاجة. لكن في ضروريات مش هيقدر يقلل. اه. في حاجات لأ في حاجات مش هنستقمع يعني يعني في حاجات ملايش دعو بالكلام ده. مم. يعني هقول له حضرتك على حاجة. سعر الدوة. مم. ملوش علاقة باللي احنا بنقول. اه. ايه صح. يعني حتى لو تمن الدوة. حتى بريد مسلا المرض معين. وتمن الدولة. تمن الدوة غليها جدا. هايقل الطلب عليه ولا هشتريه? هشتريه. 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 بقى ده اسمه عديم المنونة. يعني. وممكن ياخد برضك مركة دوائية غير مركة دوائية. لكن العنصر المدى الفعالة موجودة. هيشتريه. اقل. فعالة مش. ده بيجي دور السيدالي. بالزبط كده. فهم الشرايط واحدة. اه تمام. ما هو عشان ايه بقى? فبيضطر السيدالي بيعله بشريت واحدة. ما هو اصل. لغلاء. ما اصل السيدالي كان الاول ما عملش كده. اه. هو الوقت مضطر يعمل كده. اه. ما هو انت لو ما عملتش كده مش هبيعه. مش هشتري. اه. الا علبة غالية. اه. فهضطر ان انا جيبها. فالصيدالي بيحسبها كده. اه. كده كده مطلوبة. بالزبط كده. فانا هبيع الشريت مش هبيعها. بالزبط كده. فانا كمنتج بشوف الحاجات اللي بتأثر في السلعة بتاعتي. وبناء انا عليه بحدد الطلب عليها. طيب. لما اجي برضو اتكلم على نقطة مهمة. التدخل الحكومي. انا كمنتج. هبصت لا. هبصت اسأل الاول. فيه تعريفة بقى. اه. انا الحكومة هتتدخل في اه السلعة بتاعتي ولا لا. طب الحكومة ممكن تتدخل ازاي? تتدخل بثلاث صورة. اول صورة الضبيبة. تمام. لو انا عايز اقلل الطلب على سلعة. ارفع ارفع الضبيب بتاعتها. طب لو انا عايز ازود الطلب على سلعة. اقلل الضبيب بتاعتها. فانا كمنتج اشوف سلعتي. الضبيب بتاعتها نظامها ايه? عالية ولا قليلة. كمان عندنا. لكن في سلعة بقى حضرتك ما تخرج. زي السجاجر. اه طبعا. الناس بتشتب سجاجر طول بشيقدر ما يشتريش. حتى لو زاجت. ما هو ده. حتى لو قلل. ده عادي يمت المرونة. يعني ما فيش طلب ولا. قانون الطلب والعرض ما بيقفل. بعض السلع ما بينطبقش عليها التلامنا. تمام. فهنا المنتج بيشوف مثلا زي ما احنا قلنا. السلعة بتاعته دي تكميها المطلوبة منها الده. وبناء عليه يحدد. اللي بيحكمنا بقى تمن السلعة. لما تنتكلم فيها التدخل الحكومي. قلنا الضبيبة. اه. كمان الدولة بتتدخل عن طريق الدعم والاعانة. اه. يعني ايه الدعم والاعانة. اه. هنا دولة الدولة الاجتماعي. ايه. تمام. لازم تتدخل لان لو ما تدخلتش للفئات اللي هي. اه. وليلة الدخل او محدود الدخل. ممكن تقدي الى الوفاة. هتقول لي الوفاة. هقولك اه الوفاة. اللي هو ايه بقى? انا كموظف. عندي طفل ما بيرضعش رضاعة طبيعية. اه. فمحتاج لبن. اللبن ده سعره غالي. اه. الدولة هنا بتتدخل بدورها الاجتماعي بقى. بتنزل سعر. مش بتنزل ده عملاله لبن مدعم. تدعم. اه. هي بتنزل له لبن مدعم. تدفع منه. والدولة بتدفع الفرق. والفرق ده كبير جدا على فكرة. اه. الفرق ممكن ينصل لستين وسبعين جنيه في العلبة الواحدة. مين بيقوم بالكلام ده? الدولة. ده اسمه الدعمة او التموين. تموين ده احنا انت بتاخد تموين ما تدفعش فلوس. ده اسمه دعم. بعيدا عن عن التموين اي هو بس انت ده دعم الدولة بتقوم بدورها. اي عشان تقدر. مهما كانت كميته هو بيساعد. اه. هو بيساعد. زي العيش. بالضبط العيش. العيش حددتك. احتياج يومي متجدده. اقتصاديات بقى. اه. الله حددتك على معلومة. بالنسبة للعيش. الريف على الفرن. اللي هو على الدولة يعني. خمسة وخمسين ارش. ده معنى ايه? ان الدولة بتحط دعم على كل ريئي في عيش نص جنيه. يعني كل يوم الدولة محتاجة مسلا مليار اتنين مليار جنيه لدعم العيش ده. تمام. فالموضوع بتاع الدراسة التسويق ده موضوع شاير جدا يعني. وان شاء الله يبقى لنا حلقات تالية. ان شاء الله لنكون استفادنا مع حضركم من الحلقة الجميلة. استاذ فهمي عبدالسلام. استاذ وخبير مادة ادارة المشروعات. شكرا لكم. شكرا لكم عزيزي المشاهدين. يمكن دي كانت درداشة واحتوينا فيها المحاضرة بشكل جديد. ويرب يكون المعلومات سيبتت عندكم بشكل اكتر. لان المطلوب منكم مش حفظ. اه قدم هو فهم. ان شاء الله تلاقوا النجاح والتوفيق ان شاء الله. الى اللقاء.